مساء الخير من عمان بحلقة جديدة من برنامج بيت للكل في عام 2012 تم وضع مبادرة من جلالة الملك بين يدي الأمم المتحدة لأسبوع الوئام بين الأديان ورسالة عمان الموجودة والسمحة في كل دول العالم وتم اعتماد شباط في كل عام للاحتفاء بهذه الذكرى واليوم نتحدث عن رسالة عمان ودور الأردن وخطاب المملكة الأردنية الهاشمية بهذه الحلقة خليكم معنا تمام زميلنا العزيز رعد اسمح لي أرحب بك أيضا والانضمام إلى كتيبة المزيعين في بيت للكل أهلا بزميلنا العزيز من الأردن رعد مشاهدين برحب بكم في حلقة جديدة لبيت للكل والحقيقة زي ما تحدث زميل العزيز رعد عن الوئام بين الأديان وهذا الأسبوع في الأمم المتحدة ولكن الأهم أن تبقى الإنسانية هي الشاهد وتبقى هي العنوان يعني هناك الكثير من الشواهد موجودة وهناك أيضا تعدد الأديان في منطقة الشرق الأوسط وفي بلدنا تحديدا البلاد التي نتحدث منها في بيت للكل الكثير من الأديان يبقى السلام هو الأهم ويبقى الوئام هو الذي يكمل رسلتنا دائما عندما نتحدث مشاهدين عن الوئام بين الأديان لا يمكننا إلا أن نقول فلسطين فلسطين التي جمعت على أرضها كل الأديان السماوية وتعايش كذلك ما بين هذه الأديان الحوار ما بين الأديان في هذه المناسبة مناسبة الأسبوع العالمي للوئام والذي أطلق بمبادرة كريمة من جلالة الملك عبدالله أثاريم ملك المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2010 أصبح مناسبة عالمية لحوارات وفعاليات مختلفة تسلط الضوء على هذه القضية الهامة خصوصا ونحن نتحدث عن الأديان السماوية المختلفة أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومتابعين أكيد اليوم ضيفنا الكريم في الستوديو معالي الدكتور والعربيات وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق منرحب فيك دكتور ويسعد مساكس يا مرحب مساكس خير أخير يعني اليوم بهذه الحلقة نتحدث عن أسبوع الوئام والسلام ونتحدث عن مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني عبدالحسين حفظه الله بعام 2010 أمام الأمم المتحدة وتحدث جلالة الملك عن هذا الأسبوع وأصبحت هناك رسالة عمال نتحدث اليوم كيف ممكن نوظف اليوم هذا الوئام في رسالة المحب شكرا لكم خيراد وشكرا لجميع المشاهدين في مختلف أنحاء وطننا وعالمنا العربي الحقيقة يعني ما قام به جلالة الملك من طرح فكرة أسبوع الوئام هي مبادرة تضاف إلى سلسلة مبادرات التي قام بها جلالة الملك ابتداء من رسالة عمال إلى كلمة سواء إلى أسبوع الوئام إلى دور المحور اليوم في حل القضية الفلسطينية وفي الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم تشهد المنطقة العربية بكاملها صراع بهذا الحجم وبهذه الكثافة وبهذه المأساوية وبهذا الفترة الزمنية الطويلة من عملية الحرب المستمرة والمعارك المستمرة الدائرة الحقيقة حينما يطرح جلالة الملك مثل هذه المبادرة أمام الأمم المتحدة والجمعية العمومية ويتم تبنيها هذا يؤكد على أن جلالة الملك ليس رجلا عاديا وليس قائدا عاديا هو حقيقة وأنا أقولها بمنتهى الوضوح الصراع أنه قائد استثنائي يستطيع أن يتكلم مع الغرب بلغة يفهمها الغرب يستطيع أن يقود مبادرات يتبناها الغرب يستطيع أن يوضح الرسالة الحقيقية للسلام أنا لا أقول فقط أنها رسالة الوطن هي رسالة وطن نعم ولكنها رسالة عالمية رسالة إنسانية رسالة على مستوى المنطقة رسالة لا بد من أخذها بعين الاعتبار حتى تنعم المنطقة والأجيال بالأمن والسلام حتى تطمئن أيضا حتى القوى الغربية والأوروبية والأمريكية إلى مصالحها أيضا في الشرق الأوسط التي هي بحاجة إلى مثل هذه المصالح كما أن الشرق الأوسط والعالم يحتاج إلى تلك المصالح ولذلك اليوم العالم يحتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى الرفاه ويحتاج إلى الرخاء ويحتاج إلى الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفنا ولذلك مثل هذه الأوراق التي يمكن أن تطرح اليوم حينما نتكلم عن الرخاء المادي العالم كله يحتاج إلى الرخاء المادي والغرب يملك قضية الرخاء المادي بقدراته الاقتصادية ومساعداته وإمكانياته وصندوق النقد الدولي وغيرها هو يملك دكتور ما لدينا من أوراق الآن للضغط لصناعة السلام واستغلال الويام اليوم وعلى طاوة الحوار تحديدا لنمركز موضوع السلام وموضوع الويام بين الأديان تحديدا سيدي في هذه المرحلة وكما نشاهد الآن الظروف المحيطة من الأردو نشاهد هذه الظروف ودور هذه الرسالة سيدي يعني الحقيقة اليوم أنه لابد أن نجلس على طاولة الحوار مع الآخر مع الغرب مع الشرق مع الجميع على أسس متكافئة لأننا إذا جلسنا ونحن لا نملك أوراق الضغط فلن يكون لدينا أي قدرة على التفاوض ولا إحراز أي تقدم في أي موقف لابد لنا من أوراق الضغط ونعتقد أنه أنا لا أريد أن أتحدث اليوم في أوراق الضغط السياسية والدبلوماسية والقانونية وغيرها من أوراق الضغط التي هي موجودة ومتاحة وخيارات لدى الأردن متعددة لكنني أريد أن أتحدث من المنطلق الفكري الذي يمكن أن يكون إطارا عربيا شاملا على أسس فكرية يمكن أن يتحاور الغرب مع العالم العربي والإسلامي على أساسه العالم اليوم يحتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى الرخاء المادي ويحتاج إلى الرفاه الروحي من أجل أن يحقق الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفناء الغرب وحينما نتكلم عن الحوار نحن لا نتكلم عن أن نجلس على طاولة واحدة ونتحاور لا هذا أبسط أنواع الحوار الحوار الحقيقي هو كيف نتبادل المنتوجات الحضارية الغرب نجح في الرخاء المادي وهو يحتاج أن يحافظ على مصالحه في تحقيق الرخاء المادي اليوم عندما نتكلم عن البحر الأحمر هل تستطيع اليوم التجارة العالمية كلها شبه أنها تتوقفت أو تأثرت إلى حد كبير من قضية البحر الأحمر إذن العالم الذي يحتاج إلى الرخاء المادي يجب أن يحافظ على مصالحه في تحقيق الرخاء المادي ولا يجب أن ينظر إلى منطلق القوة وأنه يملك القوة ويملك البطش يعني لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعوضة تدمي مقلة الأسد فلابد لك أن تجلس وأن تفهم أنك إذا كنت تملك الرخاء المادي فلابد لك أن تحافظ على مصالحك في الرخاء المادي والعالم العربي والإسلامي نجح في تحقيق الرفاه الروحي وهي القضايا الروحانية التي نتكلم عنها اليوم ونتكلم إنسانيا ونتكلم عن الأديان ونتكلم عن الروح التي كثير من الأحيان نحن نفتقدها والتي تحتاجها الأديان اليوم حتى في داخل كل ديانة من الديانات في الجمال الروحي ولابد للمحافظة على هذا الجمال الروحي فحينما يلتقي الرخاء المادي مع الرفاه الروحي وتلتقي على طاولة واحدة تحدد في هذه الأسس نصنع الأمن البيولوجي وهو البقاء ضد الفناء والعالم كل اليوم يحتاج إلى عملية البقاء ضد الفناء ونحتاج أن نبحث عن سبل اقتصادية ترفع من شأن البقاء مسألة الصراع الحقيقة إذا رجعنا إليها حتى من أيام الحروب الصليبية ومن أيام حروب الفرنجة أساسها اقتصادي سياسي ولكن غلف الدين كمطين هنا أريد أن أسألك سؤال هنا دائما بمراحل كثيرة دائما تلتصق الإرهاب يلتصق أحيانا بالأديان بجميع الأديان وهذا شيء غير موجود لماذا يتم إلصاق الأديان تحديدا وكل الأديان بموضوع الإرهاب سيدي باختصار أي مصالح اقتصادية أو سياسية لا بد أن تجعل هناك غطاء شرعي لها في غطاء شرعي هذا الغطاء الشرعي إذا تكشف اتضحت أن المصالح اقتصادية وسياسية بالدرجة أولى باختصار اليوم نحن نتكلم عن حروب مر في العالم العربي والإسلامي دامت حوالي 100 عام الحروب الصليبية وعانى العالم الإسلامي 300 سنة من جراءها اقتصاديا وسياسيا وغيرها ما أساسها؟ هل كان بيت المقدس يهام؟ لا هل كانت كنيسة القيامة وكنيسة لا لكن الحقيقة أنه كان هناك أطمع أوروبية في منطقة الشرق الأوسط كيف تستطيع أوروبا أن تقنع فلذات أكبادها أن يأتوا لمقاتلة العرب والمسلمين قال لك بيت المقدس وكان لك كنيسة القيامة وكنيسة المهد وغيرها كل هذا يتعرض إلى إهانة وبالتالي لا بد لكم أن تدفعوا فلذات أكبادكم حتى تذهبوا لقتال هؤلاء لكن الواقع أنه كانت هناك مصالح اقتصادية وسياسية في المقابل أيضا حتى داعش وغيرها حينما قامت بمثل هذا التطرف والإرهاب الذي ألصق باسم الدين باسم الديانات باسم الديانات وهذا الأمر غير موجود وليس له أي وجود لا على أرض الواقع وإنما ألصق حتى يجعل الناس تكره كلمة الإسلام تماما كما أنهم يجعل الناس تكره كلمة أيضا المسيحية وكلمة اليهودية حتى على مستوى اليوم الصراع الذي يقوم وفكرة يهودية الدولة وفكرة هذا يعزز مسألة الصراع الديني في حين أن نجد أننا تاريخيا عاش المسلمون وعاش المسيحيون وعاش اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي إشكاليات وكان هناك بعض الأمور التي تمت معارجتها في ذلك الوقت لكن حينما يكونك توظيف ديني وجعل الدين وجود يعني اليوم حينما يظهر بعض قادة إسرائيل ويظهروا على العالم يقول لك أننا هذه حرب بقاء وأننا نحن الدولة اليهودية الوحيدة في العالم بالطبع سيستثيروا اليهود في مختلف أنحاء العالم من أجل أن يدعموا قضيتهم إذن هناك محاولة للتوظيف مع أنه في نهاية الأمر هناك التقاء مصالح اقتصادية ومصالح سياسية من أجل في القضية الفلسطينية لكن هناك أيضا تغليف لهذا من فكرة دينية ومن أجل المحافظة على بقاءهم ضد فنائهم لذلك أنا أقول حينما يخرج هذا الصوت من جلالة الملك ويتكلم به على مستوى العالم أعتقد أن جلالة الملك هو رائد للسلام لا بل هو بطل للسلام ويمكن أن يقود دورا محوريا إنسانيا يستطيع أن يصل فيه إلى كل مفاصل الغرب وأن يتكلم معهم بلغة يفهمونها وأن يجلسهم على طاولة المفاوضات وعلى طاولة الحوار حتى في مسألة حل الدولتين حتى في مسألة حل الدولتين نحتاج إلى إطار فكري جامع اليوم لا تستطيع إسرائيل أن تبقى طول هذه المدة في ظل المتغيرات الحديثة وفي ظل الظروف الحديثة وفي ظل المعطيات الجديدة أن تبقى تمارس تعنت وتمارس صلف وتمارس إبادة جماعية وتمارس وتقول لك أنا أبقى الأقوى في المنطقة لا تستطيع في هذا الكلام لذلك لا بد أن تجلس وأن تتحاور وأن تتفاهم وأن تدرك تمام الإدراك أن ما تقوم به هو مصلحة إسرائيلية لها بالدرجة قبل أن تكون مصلحة عربية وفلسطينية ما عليك يعني الأردن أمام تحدي كبير وهو محاربة التطرف تعديدا وإذا تبع استراتيجية واضحة نتحدث عن أبرز العنوين لهذه الاستراتيجية نعم يعني الحقيقة الأردن خطى خطوات كبيرة في مسألة مكافحة التطرف أولا رسالة عمان التي تنبه لها جلالة مايق قبل يعني بعد أن حصلت أحداث 12 سبتمبر وأدرك أن هناك حاجة إلى توضيح الصور الحقيقية للإسلام وترجمت هذه الرسالة إلى سبع لغات مختلفة تتكلم عن رسالة عمان وأكد فيها على قضايا متعددة منها قضية توطين التكنولوجيا ومنها قضية مكافحة الإرهاب والتطرف ومنها وسطية الإسلام ومنها التعاون الإنساني وكثير من القضايا التي تطرقت لها رسالة عمان ونشرت إلى العالم كله أيضا هناك مبادرة كلمة سواء وأسبوع الوئام الديني وأيضا الدولة الأردنية وهذه القضية في غاية الأهمية أنه في تعليمها وفي جامعاتها وفي ممارساتها اليومية لم تخلق حالة من التطرف والسبب في ذلك هو الانفتاح الفكري والفقهي أنه كان تمارس الدور من الانفتاح الفكري ولا تأخذ المسألة بحرفيتها وإنما تربطها بمقاصد التشريع وبغائية التشريع وهذا كله أثر إيجابا على طرح الخطاب الإسلامي المعتدل لذلك حتى في مسألة حينما جاء بعض الجهاديين وأرادوا أن يعلنوا الجهاد ضد العشائر وفي فترة من فترات عممنا في خطب الجمعة على الحديث عن الجهاد وفضل الشهادة في سبيل الله فكانت كأنها إعلان من وزارة الأوقاف ومن الدولة الجهاد ضد الجهاديين بمعنى أن نملك زمام المبادرة نملك الخطوات نستطيع أن نواجه لا نريد أن نختبئ إلى الخلف ونتستر ونسلم ولا نريد أن نخوض لا نحن في حالة اشتباك بمعنى آخر أننا مارسنا حالة الاشتباك الحقيقي ضد الجهاديين مارسناها أيضا بتدريب الأئمة وتدريب الخطباء وتدريب الوعاظ وتدريب المدرسين في وزارة التربية والتعليم وأيضا مختلف الجهات التي وكليات الشريعة من أجل أن تقوم بحالة فكرية مشتبكة ضد كل التيارات التي تحاول أن تختطف هذا الخطاب الإسلامي صح معليك عما يجري الآن هناك تنسيق عربي واضح لكن من يمسك زمام المبادرة هي الأردن لا نتحدث سياسيا اليوم نتحدث اليوم حتى إنسانيا نتحدث اليوم عن دور جلالة الملك حتى لو نرجع شوي لورا عن الوصائل الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية الأردن يمسك زمام المبادرة الآن ماذا نتحدث للأجيال القادمة للسنوات القادمة نتحدث اليوم عن استراتيجية ممكن تضحها الأردن ممكن سياسيا وإنسانيا عما يجري ويحدث الآن في المنطقة الحقيقة الأردن خطأ خطوات متميزة كما قلنا اليوم في حضور دولي للأردن واضح مكانة الأردن السياسية والدبلوماسية مرتقية إلى أقصى ما يمكن حضور جلالة الملك العالمي كان مع الرئيس الأمريكي يجلس وكان مع وزير الخارجي الأمريكي وذهب إلى فرنسا وذهب إلى أوروبا وذهب إلى العديد من الدول ليتحدث بما لا يستطيع غير أن يتحدث به قد يكون الآخر يملك النفوذ ويملك القوة لكنه لا يستطيع أن يتحدث بهذه اللغة التي تستطيع أن تكون مؤثرة بمعنى أن اليوم أمام خطاب أردني مؤثر مؤثر يستطيع أن يؤثر يتحدث عن العالم بأجمع يتحدث عن العالم بأجمع يعني لما نرى في وسائل الإعلام الغربية كلها تتكلم هل نستطيع أن ننتخب الملك عبد الله رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن خطاب مؤثر أخيرا هذا على ماذا يدل يدل على أن الشعوب إيجابية على أن الشعوب تريد الحلول على أن الشعوب إنسانية على أن الشعوب ليست دموية ولكن هناك من يركب الموجة السياسية لتحقيق كل المصالح عبر والاقتصادية التي هي أساسة اقتصادية ثم تركب سياسية ثم تريد أن تغطى بدينية من أجل أن يحقق أهدافه ولكن الشعوب لا تريد هذا الكلام لماذا نجعل الشعوب تدفع ثمن هذا الشيء التي لا تريده يعني الشعب الأمريكي لا يريد هذا الكلام المظاهرات موجودة في أمريكا ورأيناه الشعب الأوروبي رأيناه الشعوب العربية رأيناه العالم كله ينتفض ضد هذه المجازر إذن لماذا حينما يصبح هناك تطرف أو إرهاب يدفع هذه الشعوب التي ترفض التطرف والإرهاب وترفض الدموية تدفع هذه الأثمان ماذا سنقول الأجيال القادمة لماذا لا نصنع عالما إنسانيا خاليا من العنف خاليا من التطرف خاليا من الإرهاب اليوم جلالة الملك يقود هذه المبادرات ويتكلم عنها حينما يذهب كما قلنا حينما يذهب إلى الولايات المتحدة لا يجلس فقط مع الرئيس الأمريكي يتحدث مع المؤثرين ويتحدث مع الساسا ويتحدث مع ساتذة الجامعات ويتحدث مع الطلبة ويلتق الجاليات الأردنية هناك ويتحدث مع البنتاجون ويتكلم مع الكونغرس الأمريكي ويتكلم مع الـ CIA ويتكلم مع كل القوة المؤثرة بحيث إنه إذا في قوة مالت القوة الأخرى تعدلها هذه الدبلوماسية الأردنية الهائلة والخطاب المعتدل والمؤثر والمحدث للتغيير ونحن لاحظنا أنه حتى خطاب وزير الخارجي الأمريكي تغير بعد ذهب جهاز الملك وبعد هذا اللقاء واللقاء نشكرك مع علي الدكتور أنا أريد أن أتحدث في آخر نقطة عن موضوع القدس الشريف وكيف يمكن أن تكون القدس الشريف ضمن الوصاية الهاشمية أن تكون بوابة للسلام كنيسة القيامة وكنيسة المهد في بيت لحم وكنيسة القيامة في القدس والمسجد الأقصى المبارك هذه التي تكون بوابة للسلام حينما تمارس عليها الوصاية الهاشمية أقول لك أكبر دريع على أنها بوابة للسلام أنه لم يغير معلم من معالمها لم يغير أي شباك من شبابيك كان هناك إجماع مسيحي إسلامي على أن جلالة الملك هو الوصيح على هذه المقدسات الإسلامية بالتالي أقول لك اليوم الأردن يملك أوراق هائلة ليصبح مشروع سلام عالمي ضمن الأردن أكيد والحديث يطول شكرا معالي دكتور رواء العربية وأنت معالي وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية أسبق أهلا وسهلا فيك شباب شكرا جزيلا الوئام ما بين الأديان والحوار ما بين الأديان وخصوصية فلسطين فيما يتعلق بهذه القضية والظروف أيضا الراهنة في فلسطين والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا هذه محاور كثيرة وأخرى نتحدث إلى الأرشمندريت عبدالله يوليو الموجود معنا في الأستوديو أبونا عبدالله يوليو أهلا ومرحبا بك معنا إلى بيت للكل وهذه المناسبة الوئامة بين الأديان مناسبة عالمية مساء الخير بداية مساء النور وأنا جدا سعيد أن أكون موجودا بينكم ومعكم ومعك بالتحديد في هذه الحلقة التي عنوانها جميل بيت الجميع هناك الموضوع كيف نلتقي نحن أبناء عائلات روحية متعددة ولكن عندما نحن نفكر بأن هناك نحن كلنا بدون استثناء في صلاتنا نتوجه لله الأحد الواحد فبالصرحة العبارة عدل بيت بيت الجميع ما أحوجنا إلى مثل هذا الخطاب الله الواحد الأحد وهذه المناسبة العالمية التي تخصص صنويا لحوارات متعلقة بالتعايش والحوار ما بين الأديان كيف تراها وأهمية أن تستمر منذ العام 2010 وحتى هذا اليوم وقد أصبحت عالمية بالفعل؟ وأعتقد أن هناك أصبحنا نعيش في عالم غير حدود هناك بالتالي من الضرورة أن تلتقي الأديان في كل مكان وأن يلتقي أهل الأديان في كل مكان ولكن كان بالأحرى عندنا نحن شعب شعب عربي ثلسطيني ونحن أمة قامت لهذا التلاقي منذ بداية التاريخ وبالتالي من واجبنا الديني الإنساني والديني والوطني أن نلتقي يعني لا مجال لنا أن نفكر تفكيرنا آخر أن نكون لنا نكون بالنسبة إلينا لسنا عليك موضوع تعايش أن نعيش فكما قلت لك منذ بداية التاريخ وبالتالي يجب علينا وخاصة في هذه الأيام أن نركز هذا الموضوع مهم جدا جدا لماذا يجب علينا أن نركز في هذه الأيام على هذه القضية وما هي خصوصية فلسطين فيما نطرح الوئامة بين الأديان والتعايش أيضا في فلسطين أنا أعتقد لابد أنا لا يقين عربيا وفلسطينيا أن هناك مشروعا شيطانيا يستهدف بجميع الطرق فصل العرب المسيحيين من جسمنا العربية بالطرق متعدلة لكي يتم هناك تحطيم الأمة وتكسيم الشعوب في هذه الأمة هناك أغراض أهداف مآرب ليس لها علاقة بالدين ولكن هذا المشروع موجود وخاصة في منذ يعني السنة الأخيرة هناك من يعمل في سبيل إبعاد المسيحي أن الجسم العربي كيف يمكن التصديل مثل هذه المشاريع أبونا عبد الله؟ أن نبقى موحدين وأوفياء لتاريخنا وإرادة الله تاريخنا المشترك هناك نحن جزء من الشعب ومن الأمة ليس فقط نحن جزء من هذا التاريخ منذ البداية تاريخيا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بشر بالدين التحييد ويبشر بدين إبراهيم وموسى وعيسى بالتالي حتى الهدف أنه نحن والمعرفة واليقيم أنه نحن بالأساس ننتمي لآلة وحدة هناك لذروفة متعددة نحن بقينا مسيحينا هناك من انطلق من المسيحية إلى الإسلام هناك من كان يوديا ولكن بالأساس نحن ننتمي إلى نفس الأسرة شأن ما بينه هناك الاختلاف في التفاصيل طيب يعني التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعايش المسيحي الإسلامي تكاد تكون فريدا من نوح وتحديدا في بيت المقدس عن ماذا نتحدث؟ ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها وأنت كما أشرت لي قبل الهواء كنت تتواجد بشكل مكثف ودوري في مدينة القدس المحتلة وفي أزقتها؟ تاريخيا إذا أنا أعود إلى تاريخنا فعندما تم هناك الفتح العربي الإسلامي لهذا الشمال بلاد العرب بلاد الشام وبلاد بينه ومصر أيضا هناك من استقبل الفتحين العرب المسلمين؟ هناك العرب المسيحيون نصار العرب سوفرونيوس الدمشقي في الكتس والمنصور في دمشق ومنذ ذلك الحين تم التفاهم واتفاق ومعا وسويا أبناء أباؤنا وأجدادنا بانوا هذه الحضارة هذه الثقافة الجميلة هي حضارة مشتركة نحن كلنا بناء هذه الأمة مرت علينا ظروف صعبة واحتلالات ولكن بقينا معنا صويا وبيننا تكامل وأساس هذا الشيء الحب المتبادل المحبة المتبادلة وأساس الحب أن أقبل آخر كموه بدون أقصيه لأنه أنا إياه نتكامل وهذه إرادة الله وإرادة التاريخ نحن نريد أن يبقى الدين بعيدا عن السياسة ولكن الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يصر على إفساد هذه العلاقة ترابطية تشابكية القائمة على التعايش ما بين مسيحي ومسلم بالتالي كيف يمكن الرد على كل هذه الطروحات وعلى هذه المحاولات التي تحاول إفشال هذه العلاقة التاريخية المتجذرة التي أشرت إليها قبل قليل هناك كما قلت لك إسرائيل والذين يتعملون مع إسرائيل خلفائها هناك من يريد إفساد هذه العلاقة علينا أن نكون أصحاب وعي ودمير ووجدان وذكر ولا نسمع وبالتالي علينا أن نكون مخلصين لطريقنا أو لهويتنا ولا نسمع للغريب أن يدخل بيننا ويستث هذه العلاقة وبالتالي من الضروري جداً الموضوع ليس بموضوع سياسي فقط موضوع اجتماعي أن يكون لدينا خطاب واحد إن كان في البيت في المدسة في النادي في الكنيسة وفي المسجد وليس هناك خطاب خاص بنا في البيت المسيحي في المدسة المسيحية في النادي المسيحي ثم كتابة آخر في المناسبات تسعيدة لا لا هناك خطاب وأنا أتمنى أتمنى أن نعود كما كان في قديم الزمان على زمان فلسطين التاريخية تشكيل مرجعية دينية مشتركة عربية فيها المسلم وفيها المسيحي وليس مجلسان لأن نحن شعب واحد صحي وأمة واحدة وبتالي من واجبي الديني والوطني والإنساني أن أقول أنا القاسيس والراهب لابك ياقصى ومن واجب الإنساني والوطني والديني للمسلم أن أقول لابك يا خيامة وهذه فرصة أيضا من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا الأسبوع والعالم أيضا يركز بفعليته المختلفة على الوئام ما بين الأديان والحوار ما بين الأديان أن نتطرق إلى موضوع القيامة والأقصى والتهديدات الأخيرة بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك قرارات أيضا غير مسبوقة بتفريغ الأقصى وقد تعرض أيضا الأشقاء من المسيحيين لتنغيص وتنكيد ومنع أيضا من الوصول إلى القيامة في مناسبات دينية مختلفة وهي مناسبات يحتفل بها الجميع هي مناسبات وطنية عمليا فلسطينية أنا شكرا لله الذي أنا ماليا نعيش سنة كاملة في القدس القديمة كنت أسعد المطلع في كنيسة البطرقية الكنيسة الموجودة بين باب الخليل وباب الجديد وأنا كنت تواجد يوميا في القدس وأصير في شواري القدس القديمة وأرى أنا شدعيان بالنسبة للاحتلال لا مانع لديها أن تكون المساجد والكنيس متاحف واعي تسمح لزوار والهجاج الغرباء على الجانب أن يعتم إن كانوا من المسيحيين ومن المسلمين وأنه شدعيان هناك هجاج مسيحيون من مختلف البلدان غير العربية وذلك أرجاج من المسلمين يأتونا ولكن المشكلة للاحتلال الوجود العربي ما هم المرابطون هم العرب الفلسطينيون إن كانوا من المسلمين ومن المسيحين هناك كمان يرابط عند القيامة هناك يرابط عند المسجد الأقصى ولكن هذه المشكلة إسرائيل كانت تريد ومازالت الأرض بدون شعب الخطة هي هي وأعتقد ما يجري حاليا في بلادنا في غزة وفي كل مكان في فلسطين عرى على السياسة وذلك محاولة إبادة جئت على موضوع غزة والوقت يدركنا في هذا المجال أيضا فيما يتعلق بالعدوان الذي يطال أبناء شعب الفلسطيني بكل مكونات طال المسيحيين أيضا في غزة طال الكنائس في غزة مع مداني وكذلك في الضفة الغربية أي رسالة هنا من خلال هذا الأسبوع يمكن أن نوصلها للعالم العالم المسلم والعالم المسيحي حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من المسيحيين ومسلمين رسالتنا إلى العالم إلى ابناء شعبنا قبل كل شيء نحن كلنا من أهل البيت وبيتنا مشترك فنحن نجوز منكم يا أبناءنا الذين في غزة أنتوا في خير نحن في خير علينا نبقى موحدين ولأشيقان العرب نحن جوز من هذه الأمة وفلسطين قلبه هذه الأمة فبالتالي من واجبنا عن الإنساني لأنه قديد فلسطين لا بعد إنساني قبل كل شيء هو الإنسان البسيط المظلوم الذي يباد يعتاد عليه شعبنا مظلوم ومن واجبنا الديني لأنه ألم المظلوم ومن هو يتفرج صامتا هو شريك بما يجري ومن واجبنا الوطني كفلسطينيين وكعرب أن نحافظ على شعبنا على الإنسان في بلادنا ومقدساتنا بدون الإنسان العربي الفلسطيني في فلسطين تتحول مساجدنا وكنائسنا إلى مجرد متاحف ومن يقدس المسجد والكنيسة بعد الله هو الإنسان وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في بيت للكل الأرشمندريت عبدالله جوليو شكرا جزيلا شكرا الدولة المصرية حريصة دايما على أنها تهتم بمسألة الوئام بين الأديان وده الحقيقة موجودة على أرض مصر منذ الحضرات القديمة وإذا قدر لك أن تأتي وتزور القاهرة فمثلا إذا زرت القاهرة فستجد مجمع الأديان ستشاهد جامع عمر بن العاص أو الجامع العتيق وحسن بابليون في داخله المتحف القبطي وحوله أكثر من ستة كنائس أشهرها الكنيسة المعلقة المتحف القبطي إلى جانب معبد بن عازر مصر الحقيقة تاريخها جمع بين الكثير من الأثار ويمكن ما ذكرتها هو مجرد مثال ولكن ستجد هذا موجود طول الوقت في مصر طبيعي جدا أن تجد الكنيسة أمامها المسجد وأن تجد مجموعة من المساجد بجنبها أيضا مجموعة من الكنائس أو المزارات الخاصة بأهلنا من الديانة المساحية المعابد والكنائس والمساجد المصرية والأثار الدينية موجودة في مصر بشكل كبير ومنذ القدم كيف كان هذا الوقام ماذا تقدمه الدولة المصرية وهذا الحرص اللي موجود أيضا من شعبها في هذا السلام والوقام يتحدث معنا الليلة في بيت للكل أحد المتخصصين دكتور خالد غريب المستشار الثقافي الأسبق في موريتانيا إلا حينورنا بمزيد من المعلومات مساء الخير مساء الخير نور وامريك كل سنة وحديتك طيبة الحقيقة أنا ببقى سعيدة جدا لأن مصر الحقيقة حريصة على هذا شيء ويمكن الحضارة يعني المصري القديم يعني أرثى هذه الحضارة وهذا الوقام وبالتالي الأجيال تعقبت على وجود وقام بين الأديان حقيقة ده شيء وكلام مظبوط جدا وله ما يوثقه الأنبياء الذين دخلوا إلى مصر وجاءوا إليها سيدنا إبراهيم وتزوج من مصر يوسف الذي قوته مصر وحمته وحين جاء بأهله حوته واحتمتهم موسى وموسى الذي يحمل الجنسية المصرية وموسى اسمه مصر قديم فليس معناه ابن الماء بالمناسبة موسى معناه وليد باللغة المصرية القديمة فهو مصري ولد على أرض مصر وجاء من أرض مصر المسيح عليه السلام والمسيحية التي تنتشر في كل ربوع العالم المسيح نفسه لم يخرج إلا إلى مصر صحية زيارة العائلة المقدسة صحية هكذا كانت مصر وهي دي مصر فعلا مصر تتقنب يعني الحقيقة رحلة العائلة المقدسة مذهلة طبعا لأن هي الحقيقة يعني وكأنهم يعني زاروا وتجولوا في كل محافظات مصر بصي حضرتك البداية لما يقول كده في الكتاب المقدس في إنجيل متى قم خذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر ولا تعود يعني خلط قوموا خدوا وامشي وروح مصر شمعنا مصر لازم دايما بنسأل آه يمكن الإمبراطورة عمل مش عارفين كده لكن اختيار مصر دايما اختيار المكان ده المكان دايما ربنا سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام لما يقول أوصيكم بالأكبار حبل الله لو ما قالش أكباط بس لأن احنا كلنا أكبار أنا كبت مسلم وجورج كبت مسيح فأصيكم بالأكباط يعني كل أهل مصر فهي دلالة دلالة لأ في حاجة مع البلد دي تحديدا مش مش كلام إنشا ادخلوها أمنين بجد ما نقول لها هدري مش كلام إنشا حتى حضرتك لما يقول فرعون أليس ليه ملك ومصر وهذه الأنهار أنهاري ما تتبع عندكوش ألا النيل وهو مش قادر يفهم اللي بيقول كده إن النيل له فروع المصر اعتبر كل فرع للنيل نهر أيوة عشان كده لما جاتوا الكتب السماية ترجمة النطوص المصرية القديمة صحيح لإني بقول لها هدري حضارة تعطي كتير واتدتك حضارة عندها عارفة حضرتك لما تقولي اسم البرنامج هو مصر صح مصر بيت للك كل صح تحتوي مصر ما لفظ مجاش حد مصر ولفظت هقول لحضرتك 74 سنة لإنجليز في مصر خرجوا بتكلموا عرب إحنا ما نكلمش إنجليز دي صح أنت تحتل من يحتلك لأ وكمان شعب مصر اعتاد على استقبال الآخر يعني على الترحب الآخر اه والترحبي وإنه يدخل في وسط النسيج المصري يعني إحنا اعتدنا على ده استاذة الفاضلة إحنا بنقول مصر مقبرة الغزاة أنت حضرتك بيجي واحد محتل مستعمل بتعمله تمثال صح يعني بتعمله تمثيل في مدينة ده بتعمل يعني في شارع في مصر جسم شارع القنبيز قنبيز ذا كان ملك فارس احتل مصر وضرب المصري إحنا عندنا حالة تقبل لأ عارفة حالك بتتقبلي ليه؟ لأن انت أصيلها صحيح لأنك تملك الأصل ولأنك اعتدت على وجود الحضارة أنا دايماً بقول أنه المصري اللي بتولد النهاردة مبارح من سنين ده جيل هو دخل يعني يعني طلع على الدنيا شاف هذه المعابد والأثار الكبيرة فحس برفعة وكبرياء واعتاد أنه الجميع يزوروا يعني ما فيش مشكلة بيت العيلة أنا بعتبرها بيت العيلة خلينا نرجع الكلام اللي أنا قلته يعني لو الناس جاءت لزيارة القاهرة فمجمع الأديان أيضاً من الحاجات اللي بتؤكد على هذا الوقام يعني هو مجمع ما بين الجامع عمر بن العاص أو الجامع العتيق زي ما بيقوله وحسنة بابليون والمتحف القبطي ومعبد عزرة يعني هذا مجمع للأديان الحقيقة بصي حضرتك المكان ده يحكي للعالم أنه ما فيش دول حضرتك ادخلي صل الظهر في جامع عمر وانت يقفز على صلات الظهر هتلاقي الكنيسة بتدرب الجرس في معادها هتلاقي بعض الترانين بتغنى المنطقة دي حضرتك من المناطق الجميلة تعرف عددك حسن بابي لون هو جاية من بابر حعبي إمؤون بيت معبود النيل في قون كان فيها محابد مصرية قديم ده جزء من مدينة مصرية لما جاء الإمبراطور الروماني تراجاد ووجد أزمة سياسية فاصل بنى حسن وده الحسن اللي مصر فتحته مسيحي مصر فتحه للمسلمين يمروا منه سنة 641 وقت دخول العرب إلى مصر مع الفتح الإسلام في المنطقة دي كانت منطقة كنايس عمر بن العص لما دخل والكصة شهيرة إن عمر لما دخل وفصتت فسطاته نصب خير فكانت الفصتات وقيل من ضمن الروايات اللي بتتقال إنه لما بنى المسجد كان فيه بيت واحدة يهودية مسحيك تقبل فاليهودية مع المسيحيين والمسلمين دخلين عليهم قالوا لها شال بيتها عشان يبني اشتكت لعمر بن الخطاب فقال له يا ابن العص قعد للمرأة بيتها على نفقتك قعد في مصر وعمر بن العص لما قال لعمر بن الخطاب قال له مصر لو حكت الأكل يغز من أرضها للحجاز فخير لا ينقطع حلوة دي عجبتني خير لا ينقطع يغز أرضها من الرومان لما جم لما جات المسيحية ودخلت مصر مع مرأة والرسول وبدأت كلمة الكنيسة بنى فوق البرج الكنيسة اللي هي المعلقة مهمة بنية فوق البرج الكنيسة المعلقة المعلقة تحالي حضيك شوف الكنيسة فيها 110 أيكونة فيها ترانيم فيها صلوات فيها مسلمين قبل مسيحين يروح يضيقوا الشمع للسيدة العزراء احنا في الأيام اللي فاتت يمكن كان فيه اللي هو أم الدنيا كان مع الجميلة سابسا نبدل كاننا حرسين جدا لو حنصور حاجة في كناف اننا ندخل الأول نحط شمع صحيح كانت حاجة جميلة فاللي عايز أقوله لما جيب بن عزرة بص حيك بقى بن عزرة وسمحت المصريين بن عزرة يهودي وكانت دي كنيسة باسم القديس مخايل فقال ايه كان عليهم ضرائب اخواتنا المسيحيين فقال لهم فاديكوا فلوس فهتدولو أجروا هالو عارفوا حديك لما بتمدي عقد حاجة فتقولي اعتبارا من اليوم الموافق كذا هم كتبوا اعتبارا من اليوم ولمدة مئة عد بعد مئة سنة لما رجعوا لورسة بن عزرة الدين يا سيدي الكنيسة قال كنيسة ايه انتم ما كتبتوش تاريخ وبالرغم من كده لم تهدم لم يهدم المعبد ولم يهدم الحكس ده احتوته مصري فالمنطقة هنا لو حضرتك انت بتقري مصر كلها بتقري مصر الحديث علشان كده اختيار متحف الحضارة في الضهر مكان رائع لانه عريض بيبص على بيبص على مصر كلها بيبص على القلعة أسرة العلوية بيبص على مصر الإسلامية بيبص على ده بوسرجة كنيسة ابو سرجة اللي هي كنسة بيسموها كنسة المغارة جنب المغارة الكنيسة دي محطة من المحطات الغير عادية للعائلة المقدسة العادرة قاعدت جنب بيبص على ثلاث شهور ثلاث شهور قاعدة بتاكل وتشرب وبعد كده خدت المسيح ومشت لان المنطقة دي بالمناسبة لو شالوا المتر أو شال الحاج دي أقرب منطقة للنيل لحت العادرة معدية الحتة دي مشت عن نيل لقيت سلم نزلت وقفت مركب عدت فكانت المعادي ما هي المعادية فكانت المعادي ومنها دخلت كملت المعادي جات من المعادية من التحدية دي المكان اللي عدت منه العادرة دي وراحت النحط تاني فدخلت الجيزة أو دخلت منف القديمة ومنها كملت لغاية لغاية المحرق ودرونكا والجنادلة ولفت ورجعت ولفت ورجعت لكن العادرة ملقتش مكان تحتمي بيلا للبلد دي فالمكان هنا حضرتك بيحكي تاريخ مصر يحكي تاريخ المكان بيحكي التاريخ وكمان بيأكد على الوئام والسلام يعني أنا لو أنا يعني الحمد لله أدين يعني بالديانة الإسلامية الحمد لله ولكن لو أختي أو زملتي هي ديانة المسيحية أو ديانة اليهودية كل واحد ليه مكانه فمعنى كده أنه هذه الأرض بكل اللي احنا بنتكلم عليه وجمع الأديان والكنائس والمساجد وكل هذا القديم بيؤكد أن الكل عاش في سلام ووئام وتقبل الآخر وتقبل الآخر لم يرفضه لم يرفضه حقول لك حاجة جميلة الوئام بقى ربنا بعتها لنا السنين عارف عاديك 11 مارس بداية رمضان إن شاء الله إن شاء الله هو بداية الصيام الكبير بالصب تخيالي أن الشعب المصري مسيح ومسلم هيصوموا مع بعض هيصوموا في نفس اليوم هيصوموا في نفس اليوم هنبدأ الصيام وهو الحقيقة مسيحية مصري يعني بيعتبروا شهر رمضان بالنسبة لهم ده بالعكس هم يقدرون ما بتلاقيش حد يعني ينهر بإفطاره أمامنا بيشتروا الفوانيس بيعزمونه على الفطار يعني طيب أنا عايز أرجع للمصر القديم وأرجع إلى مصريين القدماء يعني كتير كنا نتوقف هل كان هناك وحدة للأديان أم أديان متعددة يعني لأنه المصري القديم كان إنسان مؤمن متعبد شفناه على المعابد وهو يتعبد وشفنا إليها المصر القديم عرف معبودات رموز لإله كان عنده كلمة غريبة واسمها نتر نتر أو نتر معناها الرب أنهي رب المصر القديم طوال تاريخه عنده عقيدة ارتبطت بالسماء والشمس وظل تتغير وتلف وتدور لكن دي سبتة معاه وكان يقدسه حاسس إن فيه سر إلهي فوق ولكن لم يكن طوال تاريخه يرفض العبادة الأخرى هو رفض أتون ليه بالمناسبة أتون لم يكن إله جديد يعني أخناتون ما جابش اختراع ده جابش إله جديد هو جاب أتون كان معروف والأجمل بقى يؤكد الوقام المصري مش هو جاب أتون وانقلب على أمون اللي هو إله الدولة وحصل المشكلة عرف حضرتك إن بعد أخناتون ما اختفى 150 سنة لقينا معبد صغير المصريين عاملين خليها تكلمين لأتون إذن أنا ما رفضتش أتون أنا رفضت الطريقة اللي انت قدمتلي بها أتون اللي عايزة وصله حضرتك هو إن إنت هنا يا أخناتون لو عملت عملية البالانس الموازنة التوازن الديني اللي المصري كله بيحبه طول تاريخ أفكرة إحنا عندنا وسطية الدين التوازن حتى المسلم مننا لما تليقى تشدد أوي خليك وسطي ما تتشددش يعني ما تبقاش سايب خالص ولا متشدد أوي وكذلك جعلناكم وأنا أعتقد دكتور خالد إن هذه الوسطية هي التي حفظت على الوقام من الأديان لأن الوسطية هي اللي بتخليك تتقبل الآخر تسمع يعني تحترم يعني تتركه في شأنه أحيانا تتقبله تتقبله التقبل منه إن أنا أوافق أو أتركه في شأنه الأمرين ما وجودين بس أنا خلص أنت حيك قلت حاجة أنا مش مقتنع بس ما مناتهاش عنك الحضارة المصرية ما شفناش فيها حالة الحجر على كلام شخص يعني تحط بس التالت وهو خارج حارب كانش عنده مشكلة إنه يصبع من الجنود ويقولوله لا أنت غلط وانت صح وانت طب حنحمش من هنا بس لو الغلط أنا اللي هتحمله لا كان يتقبل الأمر ده الملك في شأنه مشكلة الحقيقة برضو يعني فرصة وجود حضرتك تخلينا تجاوبنا عن أسئلة كتير يعني أنا مثلا سماعت بإنه حتى مع قدوم الفتح الإسلامي إلى مصر كانوا يرون بإنه هذا الشعب مثلا يحتفل بعيد النيروز اللي هو شام النسيم فكانوا يتركون الشعب يحتفل يعني إذن كان فيه احترام بإنه هذا الشعب له تاريخ له حضارة يعني إحنا في مصر عندنا عدد من الأعياد أو الأيام هي أعياد إنسانية واجتماعية يعني لم يتخلى عنها أبدا الشعب المصري مسيحي أو مسلم بصي حضرتك إحنا عندنا فصل قديمة ما يشير في المصوص لـ 42 يوم أجازة تخديم طول السنة كان منهم أيام أجازات لطيفة جدا يعني أعياد لطيفة جدا إن أنا أدخل المعبد إن أنا نضب بيتي إن زوجتي مريضة إن بنتي عيد ملد حاجات كده لطيفة جدا وده بقى موجود في العالم يعني أنت الوقت ساعات في العالم يقول لك إيه يوم البيت النظيف يوم البيت النظيف يوم فالنتين عيد الحب عياد مرتبطة شام النسيم تحديدا هو ليس عيد مصري هو مش عيد فرعون لأنه ارتبط لو حياتك تاخد بالك إنه دايما بييجي تاني يوم عيد القيامة صحيح على حسابات الكنيسة المسيحة لها حسابات الأبقتي العيد ده لو حياتك نأخذ بالنا كانوا اليهود بيحتفلوا به تاني يوم عيد الفصح يعني أنت عارفها هيك اليهود يحتفلوا بالفصح وبعدين عدي أسبوع اللي هو أسبوع الآلام عند إخواتنا المسيحين وبعدين ييجي عيد القيامة تاني يوم شام النسيم لا أهما كانوا بيحتفل فكانوا المسحيين لما دخل المسلمين كانوا المسحيين مستقين أنا ببدأ الألام وأنت بتحتفل فعملوا إيه العرب تقبلهم رحوا شالوا العيد خلوه بعد عيد القيام فتلاحظ عيدك أن احنا بنحتفل القيامة لحد شام من يسير من الاثنين وبالعيد كبير عيد للمصريين كلهم وبنخرج كلنا فهنا التقبل ده المصري كان يخرج في العيد المصري كان عنده عيد في دير المدينة وفيه منظر في معبد في دير المدينة بس قبل نروح للنقطة دي أنا ببقى حقيقة مستقربة جدا أنه المصريين يعني ممكن في الأعياد الدينية الرسمية سواء إسلامية أو مساحية مش بالضرورة يخرج ولكن عيد شام النسيم الكل بيصر على الخروج الكل خروج الكل يلون بيض البيض دايما بالمناسبة البيض يخرج منه حياة حتشبسوت كانت بتقول على نفسها البيضة الطهرة يعني اللي بتخرج من خلال سوحة وعبة هي قالت على نفسها كده فالبيضة عند المصري كانت شيء مهم من شو حاجة هل هو 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 يعني مراجع هي عاداته تقاليد شديدة جدا ومرتبطة بالمصريين جدا في الأكل والشرب آه لأنها كمان مرتبطة بالطبيعة لأنه بيبقى طبيعة كمان بتتغير تمام هو حضريك بوسيقى أولاد الشم والشمو اللي بالبعض بيقول لها لا دي مالهاش علاقة خل هو العيد زي ما قلت حيك ده مرتبط بفكرة ما بعد مصر ليه لأن أنا عندي في طيبة اللي هي لقصر 162 عيد متكلمين عليهم في الجدران المعابد ما فيهمش عيد مرتبط بك لكن الأكل مصري كل لون أخدر هو لون الزهاز البصل كان فيه إله الجبانة اسمه الإله سكر اللي جات منه كلمة سقار كان يخرج دايما في العيد لأنه بيطلع من الأزل فيلبس ياخد البصل طب ليه مالغاية النهاردة حضرتك لو حد وقع بندشيله بصلها صح حياة جديدة حياة جديدة تلاقي حضرتك الإله مين اللي مرتبط بعيد نشأة جديدة الإله مين اللي بيتقدم له خصايا تعالى حقيقي أنا باكل الخص وباكل البيض البيض بيطلع منه كتكب لأن البيض باكله وبيطلع منه مخلوق جديد يعني بعمل حاجتين فحيات حيات اللون الأخضر ازدهار لا فهو العيد الأعياد عند المصري مرتبطة ويمكن دهما أتدت حقيقي أن كان ديل المدينة العمال كانت هندهم عيد للأمر يخرجوا للأمر ويغننوا له ويرقوله الأمر بقى في وقت بزوغ الأمر في اعتمال تعيد معين مرتبط بالأمر وانا بس هصلح معلومة ان البعض بيقول ده ارتبط بأم الملك كاموس اللي ايه الملك اياحط لا هو المصري كان يخرج يقول ايه وحوي وحوي ايه وح هليه الصعيدة مننا لما تقولي له حاجة يستغرب منيقول له حياتك ايه وي 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 الاجاني بيقولوا عليها في اللغة المصرية exclamatory particle اداة تعجب صح وحوي وحوي يا هلالك يا هلالك يا امر لما دخل يعني احنا بنقول وحوي يا وحوي من ايام الفرعون الاديم بس المصريين ما صاموش رمضان الفرعون ما صاموش رمضان طب ليه اخدناها في رمضان هل كان هناك كاتب زكي اخد هذه الجملة حطها في اغنية فاصبحت عادته تقليل عرف الكاتب المصري هو ايه امي والدة حضرتك وجدودنا صح اللي كانوا ما بيكتبوش نقلوا بيتنقلوا ايوه بس هذه الكلمة عايشة معنا وحوي يا وحوي طب واحنا النهاردة حضرتك الابت هو ايه اللغة الابتية هي اللغة الابتية هي صدى صوت اللغة المصرية القديمة احنا اول شعب في العالم اخترع الفرانكو تعاف حي كده الابت هو ايه لما جينا وبتدينا نتعامل ودخلت علينا عناصر اجنبية يونانيين وغيرهم انا مش عارفة اتعامل معهم فبدأت اعمل ايه اكتب لغتي بحروف يونانية ايوه فبدل ما اقول نفري يعني جميل اقول نفري ايه اه اكتبها باليوناني بس ايه بالابتية الكنيسة لما خلت اللغة واشتغلت بيها محي لغة مصر ايوه طبا فاصبحت لغة الكنيسة ولغة المصريين صح وعلشان كده لما نيجي نقول العيد ده العيد ده مرتبط بفكرة فهي الكلمة مش اطرحت للابتية صح وفي الابتة لما دخل العرب بقت الاغنية متورسة بيورسها واحد لواء خلي بالحديث لا والزكاء يعني انه احنا استعملناها وحوي يا وحوي اللي هو هل الخير استعملناها على رمضان هل الهلالك يا امر وده الشهر الوحيد في السنة اللي بنصوم للامر امر جاي امتى وعلى فكرة المصري عارف تقويم امر تقويم للامر وكان يعمل حاجة غريبة جدا هو معندوش تيليسكوب فكان يقول على اليوم الاول في الشهر ادينوه ايح ايح اتفقنا يعني امر نائب الامر يعني اليوم يا اه اليوم الثاني من الشهر تبيه قابد قابد بالهيروغليف يعني شهر تبيه يعني رصش بداية الشهر مع التقويم الشمسي لو بعد ما الامر يعني يزهر فاحنا كده دخلنا في السحر كل ده ربطوا بايه بالزراعة لان الزراعة هي اساسة طيب كتير بقى احنا كمصريين ودي فرصة ان احنا على برنامجنا العربي لانه اشققنا العرب دايما لما ييجي يقولوا الكلمة دي معناها ايه يعني دي لهجة مصرية ولا ايه احنا عندنا حاجات كتير جدا بنقولها وساعات بنقولها من غير من فقر ارتبطت جدا في اللحجة المصرية ودخلت فيها وبقت جزء من التركيبة فالكلمات دي اصلها ايه خلينا نقول بعض الاشياء المصري القديم اه المصري القديم كلمة حضرتك الراجل كده ببيته ايه سي 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 بالهنوغريفي يعني رجل اه المرأة كلمتين ست ست هي ست ايوه وكان عندنا جملة دايما نضحك مع الطلبة في الجامعة احنا بندرسها اقولوا ما اعتبروها دلوقتي من الخيال العلمي المصري كان يقول ايه جد اس جد سي جد ست لما يتكلم الراجل بتسكت الست بقيت اقولوا ما اعتبرو ده خيال علمي دلوقتي ايوه طبعا ده الحاجة اللي ما خدمنا اسم استغرب المصريين يعني بيختاروا حاجات ويسيبوا حاجات لماذا اختارنا سي السيد واختارنا الست ايه السبب؟ ده التعبير اللي مش خلي بقيتك سهولته في النطر سهولته طيب والمصري عشان بسيط بيدور عالسهولة بالضبط حضرتك النهار ده بعدنا بيزعن من كلمة يقولك ايه ما تقولش حرمة مع ان في اللغة العربية حمت و البيت حرمت يقوم المصري يقول عالست ايه في بيتها؟ حمت حمت او حمة يعني المحمية المحمية فجأت الحماية منها الحماية ما خلي بال حضرتك اه انا رجل في بيتي او اي رجل في بيتي هو اسرته هو الكونترورة اللي بيحميها ايه ودائما اقول مثلا لو انا جاي لضيف بقى في الجزء اللي في اسرتي لان الجزء ده مش مخفي دمعنا انك ما ينفعش تقربنا تلاقي حضرتك لما نقول فلان يا فلان تا ما جبتش مش عافيه يقولك والله ما ونتش ما ونتش اه ون بالهيروغليفة من ضمن معنيها يهمل ايوه ما ونتش معامل سك يعني يقفل النجم فلان ده سكة سك اه سكة لا فلان ده اي كلام ايوه لا اعمل ده سكة ده فلان ده مش موت يعني يموت اه بتاع بتاع لا يعني الكلمات ده ده في الابت اكتر لاني خالب حيك عندنا مشكلة ان في بعض الكلمات لما دخلت اليونانية وبدأت الابت تندمج معه ما هو الابت 24 حرسي يوناني و7 مصري ايه ايه بالسلام يعني بشكل كبير ولما انا التفتمر لهجتي ماشي وعما لا حدثها ده معناها ان انا غني صحيح الصراء في لهجتي صحيح الحقيقة لو احنا هنفضل نتكلم عن الوقام بين الأديان في مصر فالحديث يطول ويطول ولكن يكفي المشهد الاثري اعتقد هو الاساسي يعني ومن يأتي الى زيارة القاهرة سيرى بعينيه كيف كان وكيف يدوم هذا الوقام في مصر دكتور خليط غليب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ان ورتنا مشاهدي بيت للكل ببقى سعيدة جدا لما تكون الحلقات فيها هذا الروح الانسانية والحديث عن وقام الأديان مش بس في مصر او حتى في القاهرة وكنا نتحدث اليام ولكن ايضا في بلادنا العربية المشهد الحقيقي مشهد كبير جدا في المنطقة العربية نتمنى ان تدوم هذه الانسانية والوقام بين الأديان انتهت حلقة بيت للكل ولكن تبقى الانسانية هو عنواننا الرئيسي بيننا وبين حضرتكم تس بحال ارفخير موسيقى موسيقى